كان دايما الجمهور أو المحللين أو النقادي يقولوا لو النادي الأهلي فايق تلاقي منتخب مصر فايق جدا لما النادي الأهلي ما يكونش فايق ويبقى بعيد عن البطولات الأفريقية منتخب مصر بيكون واقع والكيرف بتاعه بيكون لتحت هل تتفق مع المقولة دي ولا ممكن تختلف مليون في المية طبعا لا الفترة فاكر الفترة اللي هي بتاعت 2006-2008 كان 60-70% من قامل الفرقة الأساسية من النادي الأهلي فأنا طبعا مع المقولة دي النادي الأهلي لو فايق بيفوأ كل المنتخبات مش المنتخب الأول بس كمان المنتخبات الناشئين بيبقى فيها لعبة من الأهلي وهي اللي بتفرق مع أي منتخب كابتن حسام عشور هل تلقيت عروض احتراف برا مصر خلال وجودك في الفترة النادي الأهلي اللي كنت متقلق فيها العرب الدوري عبطال أفريقيا كاس علم أندية دوري محلي كان فيه بعض العروض اللي ممكن تتيجي لكابتن حسام عشور بص أنا يعني أنا زي ما بقولك فيه والله العظيم بجد فيه كتير قوي ناس كالليموني من بره حتى في الفترات اللي أنا كنت بخلص عقدي مع النادي الأهلي أنا عارف فكان فيه أنديها كتير قوي تيجيت عايزينك وبفلوس كتير جدا كتير جدا بس بيجوا في الفترة اللي أنا خلاص يعني إيه عقدي بيخلاص في النادي فأنتهت المديرين الكورة اللي اشتغلوا في النادي الأهلي والأنا اشتغلت معاهم على طول لما بيجي مثلا يقولي تعالى امضي ما بأقولوش بقى أنا جاي العرض وواعد فوضك بقى مش عايب فيه تما أنا جايني هنا عشرة تبي يدين أنت العشرة دور واتواعد مثلا عشرة جنيه مثلا سي يدين عشرة جنيه مثلا وعد ما كنتش بقول كده خلاص أنا همضي أنا تحترام من النادي الأهلي فكان يجي يقولك مثلا النادي الأهلي محتاجك هينفع تسبي النادي الأهلي وتمشي لا طبع كنت بقوله لأ طبع فحتى ما بقولوش طب أفكر طب أستشير حد طب أستشير مش عارف أهلي طب أستشير الناس اللي في البيت لا هو ببقى فأخلص الموضوع ده في يوم بقى مضي ثلاث سنين برضي بقى مضي أربع سنين زي ما ربنا كاتب يعني ما بجيش مثلا أقوله لا أنا مش عمرك يا كبتل ما تكلمت في الفلوس عمرك ما تكلمت في طلبات عمرك ما كان ليك أي مطلب من النادي الأهلي خالص ما أنا قلت لك أنا قلت لك كنت المديرين الكورة أنا أنا شتغلت معهم كلهم قلّوهم لو حسام عشور في مرة جاء إليك أنا أنا عايز مثلا افنا فيوز الزيادة أو جاء إليك مثلا مرة لأني جاء لنادي بره أنا هروح أشوف مستقبلي بره أنا بحب النادي أنا بحب حجة اسمها نادي الأهلي و بعش حاجة اسمها النادى الاهلي و بخلص لحاجة اسمها النادى الاهلي أنا زي ما قلت لك وأنا في النشئين زي ما كابتان ماد كمان بيقول لك أنا شربت من تحت في النشئين يعني إيه تحب النادى الاهلي فأنا عايش إلى أول والأخير نادى الاهلي الجمهورة كابتان حسان دايما بيكون عارف مواقف اللعيب بيكون عارف مين اللعب